شهدت محكمة الأسرة بمصر الجديدة قصة جديدة لعروس مصرية طلبت الخلع من زوجها بعد أن تركت حفل زفافها وغادرت إلى منزل أسرتها مبررة طلبها بأن زوجها أهانها أمام الحضور العروس التي تدعى رانيا وتبلغ من العمر ثلاثين عاما تعمل كدكتورة جامعية تقدمت بدعوى خلع ضد زوجها علي البالغ من العمر ثلاثة وثلاثين عاما وهو زميل لها في الجامعة رانيا أوضحت أنها وافقت على الزواج رغم الفوارق الاجتماعية آملة أن يتحسن أسلوبه معها وقالت رانيا في يوم الزفاف وأثناء الزفة سقطت على الأرض وعندما حاولت النهوض قال لي زوجي أمام المعازيم قومي يا حمارة تدخل شقيقي ورد عليه بنفس الإهانة مما أدى إلى شجار بين الأسرتين غادرت الحفلة وذهبت إلى منزل أهلي وأضافت بعد أيام جاء زوجي إلى منزل أسرتي ليأخذني إلى شقة الزوجية لكن والدي وشقيقي رفضا ذلك وطالباه بالطلاق لكنه رفض وهددني بطلب بيت الطاعة وأوضحت العروس أنها رفعت دعوى خلع ضده حملت رقم 1502 لسنة 2024 والتي لا تزال منظورة في محكمة الأسرة حتى الآن ترجمة نانسي قنقر